السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث تخصص نسيج أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة من مادة تخطيط وإدارة إنتاج هنستكمل في الحلقة دي إن شاء الله باقي أمثلة وزن استدى البسيط إحنا خدنا في الحلقة السابقة ده كان الباب التالت في الحلقة السابقة بدأينا في الباب التالت من مادة تخطيط وإدارة إنتاج طيب خدنا الباب الأولاني وخلصنا الجزء النظري خدنا الباب التاني العروض والأطوال الأطوال والعروض وأن تمارين على الأطوال والعروض وفي الحلقة السابقة إحنا بدأينا بوزن استدى الباب التالت وهو وزن استدى البسيط وقلنا في الباب دوت عندنا وزن استدى البسيط وزن اللحمة تمارين على وزن استدى واللحمة معا بعد كده وزن استدى المقلم طيب إحنا خدنا أربع أمثلة في الحلقة السابقة عن وزن استدى البسيط هنستكمل أمثلة على وزن استدال بسيط هنشوف تمارين مختلفة على وزن استدال بسيط إحنا طبقنا على قانونين بس خدنا أول حاجة في الحلقة اللي فاتت خدنا 3 قوانين التلات قوانين طبقنا على قانونين في الحلقة دية هنشوف باقي التطبيقات على القوانين اللي باقي عندنا طيب تعالوا نشوف أول مثال في المسال رقم 5 المسال رقم 5 هيقول عندنا إيه وهنقدر نفسره ازاي وهنقدر ان احنا نحله ازاي أول حاجة المسال عندي بيقول إيه ان استدال عرض أنا بفسر المسال ازاي بحدد القانون أول حاجة بشوف المطلوب عندي في المسال وبنقع المطلوب أنا بحدد الخامة اللي موجودة عندي الخامة اللي موجودة عندي بونا أنا عليها ان أنا بحدد القانون اللي أنا باستخدامه بحدد القانون اللي أنا باستخدمه القانون رقم 1 أو القانون رقم 2 أو القانون رقم 3 اللي أنا استعرضتهم في الحلقة الصابقة طيب القانون الرقم واحد كان وزن السيدة البسيط على وزن السيدة بالرطل اللي هو الوزن السابت على قوانين الوزن السابت والوزن السابت اللي هي الخامات الايه خامات القطن الكتان السوف الورستد السوف الولن الحرير المغزول الحرير الفبران كل الخامات ديت طبع الوزن الايه الوزن السابت القانون التاني كان وزن السيدة بالرطل برضو ولكن من ترقيم تيكس او دينير في الحالة ديت لما بستغنم ترقيم تيكس او دينير باستخدم لها قانون آخر ولكن وزن السدة بالرطل اللي بيختلف المقام بتاعي هنا بيبقى عدد دياردات الرطل من ترقيم تيكسا أو ايه أو دينيار طيب في القانون التالت وزن السدة بالكيلو جرام من ترقيم تيكسا أو دينيار وزن السدة بالكيلو جرام طول سابت لترقيم الطول الايه لترقيم الطول السابت اللي هو التيكسا أو ال ايه أو الدينيار طيب تعالوا نشوف الأمثلة بتاعتنا واحدة واحدة ونبقى معنا وراء وقلم وقالة حزبة ونقدر ان احنا ايه نكتب اكتبوا ورايا الامثلة بتاعتنا وتشوفوا كده هنقدر نستخدم اني قانون مع كل مثال وتقدر تعود وتحسب بالقالة الحزبة عشان تمرن نفسك على ان انت تقدر تطلع النتائج بطريقة ايه بطريقة صحيحة هنشوف المثال رقم واحد او المثال رقم خمسة هنستكمل على الامثلة بتاعت الحلقة السابقة مثال رقم خمسة السدى عرضه مية وسبعين سانتي السدى هنا جايب الا بالسانتي في مش تعدته تمانية وتلت سانتي مطرح تلاتة فتلة في الباب مطرح تلاتة فتلة في الباب يعني التطريح مطرح كلمة مطرح اللي هي المقصود بيها التطريح تلاتة فتلة في الباب من خيط رقم مية وخمسين تكس وطول السدى تلتمية وثمانين ياردا الطول هنا باليردا فما وزن السدى بالارطال الانجليزية مع اضافة نسبة استهلاك سبعة في المية طيب اول حاجة في القانون انا ببص عليها ايه اللي مطلوب هو عايز وزن السدى بالرطل يبقى رقم واحد عايز وزن السدى بالرطل يبقى هو كده حصرني في القانون رقم واحد والقانون رقم ايه والقانون رقم اتنين وزن السدى بالرقب طب تعالوا نشوف هو وزن سابت ولا طول سابت طيب هو هنا من ترقيم الخيط هنا عندي الرقم انا عرف وزن سابت ولا طول سابت منين وزن سابت اللي هي الخامات عندي اللي هي القطن الكتان زي ما قلت دي ترقيم الوزن السابت بعرفها من النمرة النمرة هنا عندي مثلا هيقولك خمسين قطن 30 قطن طيب دي ترقيم الوزن السابت طيب هنا في المثال جايب لي 150 تيكس يبقى ده ترقيم الطول السابت يبقى أنا هنا في الحالة دي هو عايز الوزن بالرط وفي نفس الوقت الترقيم هنا عندي بالطول السابت تيكس بالتيكس يبقى أنا كده هستخدم القانون رقم القانون رقم واحد ولا القانون رقم اثنين ولا القانون رقم تلاتة كده هستخدم القانون رقم تلاتين كده هستخدم القانون رقم ايه اتنين طيب القانون رقم اتنين كان بيقول عندي ايه القانون رقم اتنين كان بيقول وزن السيدة بالراطل من ترقييم التكس تمام انا هقول هنا بقى التكس هفصرها على المثال اللي موجود عندنا يبقى وزن السيدة بالراطل من ترقييم التكس هيساوي عدد فتا للسانتي ليه قلت بالسانتي لان انا جايب هنا العدة عدة المشت بالسانتي أنا لما أجي هاجبي العدة والتطريح بالسانتي طب فيه عرض السدى بالسانتي لأن العرض اللي جاي عندي هنا بالسانتي طيب هقول في طول السدى باليردة والطول هنا عندي جايبهولي في المسألة الطول باليردة طيب فيه نسبة الاستهلاك فيه نسبة الاستهلاك نسبة الاستهلاك كام 7% طيب هكتبها في القانون كام 107 على 100 اللي هي عالمية اللي موجودة تحت دي على عدد ياردات الرطل المقام بقى عدد ياردات الرطل من مية وخمسين تكس المقام هنا هيبقى عدد ياردات الرطل من مية وخمسين تكس طيب انا هفسرها ازاي عدد ياردات الرطل من مية وخمسين تكس دي انا هحلها ازاي دي الخطوة الاولانية اللي هتبقى عندي ان انا هفسر عدد ياردات الرطل من مية وخمسين تكس دي اول خطوة هبتدي بها طيب عدد ياردات الراطل من 150 تيكس هفكها ازاي اللي هي بيبقى ثابت الرقم ثابت الشلة ثابت الرقم اللي موجود عندي الخامة طيب هي الخامة اللي موجودة هنا عندي بالإيه الترقيم بتاعي الترقيم بالتيكس يبقى الثابت بتاعه كام الثابت بتاعه ألف فيه كام في 35 على 32 عشان اوحد الأطوال قلت عشان اوحد الطول بتاعي الطول اجيبه بالإيه باليردات طيب بعد كده الوزن فيه 453.16 عشان يبقى بالراطل تمام على على كام على النمرة النمرة هنا عندي كام 150 يبقى على 150 يبقى انا كده فسرت عدد ياردات الراطل من 150 ايه من 150 تيكس ودي هتبقى الخطوة رقم واحد تعالوا نشوف كده طيب هنا بعدد أبواب الصانتي طيب الخطوة رقم 4 اللي انا قلتلكو عليها هو زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت ان هو ممكن يبتدي بعدة المشت وممكن يبتدي بعدد ياردات الراطل طيب اخر مثال لو فاكرين في الحلقة السابقة فنبتدى بعدد ياردات عدد ياردات الراطل من ترقيم تيكس تمام طيب في الحلقة دي في المثال دوت هنا ابتدى بعدد أبواب الصانتي طيب عدد أبواب الصانتي دي احنا بنقول عليها العدل ايه جيلنا بالعدل قديم لان هي جيالي 8 و 3 ايه 8 و 3 سنطي طيب 8 و 3 سنطي دي انا بفصرها ازاي انا بفصرها اهي على الشمال 8 و 3 انا بفكها ازاي بقول ان 3 في 8 ب24 24 زائد 1 25 يبقى هتبقى 25 على كم 25 على 3 يبقى هتبقى العدل بتاعتي السابت اللي هو المية على 25 على 3 مقام المقام بسط مقام المقام بسطي يبقى هقول ان 25 وال3 ديت مقام للمقام فهتطلعها فوق جنب الايه جنب المية هتبقى 100 في 3 على 25 هتطلع كم باب 12 باب في السنطي كده انا جبت عدد ابواب السنطي ان انا فكيت 8 و 3 بس هي ده اللي انا عملته لان العدل جيالي هنا عدل قديمة لان في القانون هو عايز عدد فتل ايه عدد فتل السنطي طب عدد فتل السنطي مش جيالي بشكل مباشر فهتطر ان انا اعمل ايه جيالي تطريح وجيالي ابواب فهتطر ان انا حاول عدد الابواب السنطي دي لعدد ابواب بعد ما احاولها لعدد ابواب هضربها في التطريح بعد ما هضربها في التطريح هينطب لي ايه او هيطلع لي ايه هيطلع لي عدد فتا للسانتي يبقى احنا كده زي ما عملنا الخطوة رقم واحد عدد ابواب السانتي اللي هي 8 و 3 طلعت بكام 12 باب للسانتي لكل سانتي طيب يبقى عدد فتا للسانتي هتسوي كام زي ما احنا عارفين ان الابواب في التطريح هيديني عدد فتا للايه عدد فتا للسانتي طيب بكام 12 في 3 12 في 3 هتبقى كام 36 فتلة لكل سنتي انت لما تدرب نفسك على انك تستخدم الالة الحزبة في الارقام البسيطة هتقدر ان انت مع الارقام الكبيرة والاسمة الكبيرة هتقدر ان انت تعرف تطلع النتيجة ايه مزبوطة ففي كل خطوة من الخطوات ديت لازم ان انت تقعد تكتب الارقام بتاعتنا وتطلع النتيجة بنفسك يعني كل خطوة بعملها طلع بنفسك النتيجة ممكن انا كن ايه طلعت نتيجة مش مزبوطة ممكن او تتأكد من نتيجة بتاعتك مع النتيجة بتاعتي فتعرف ان انت مشيت الخطوات بتاعتك ايه بطريقة صحيحة طيب بعد كده الخطوة رقم 4 اللي احنا قلناها في البداية خالص اللي هي عدد ياردات الرطل من 150 تيكس من رقم 150 تيكس طيب عدد ياردات الرطل اللي هي النمرة في 35 على 32 دي سبتة 35 على 32 في رقم 536 ده عشان الطول انا بعادل للطول وبعادل للايه وبعادل الوزن فالنمرة اللي هو ثابت الشلة او ثابت النمرة اللي هو للتيكس 1000 طيب لو كان دينيار السابت بتاعها كام السابت بتاعها 9000 على النمرة بتاعتنا النمرة بتاعتنا كام 150 تمام؟ يبقى انا هضرب 1000 في 35 في 453 وستة من عشرة على 150 في 32 هيطلع الناتج بتاعي وقلنا هنحط الناتج زي ما هو 3307 فاصل خمسة من ايه؟ خمسة من عشرة يرده لان انا بقول عدد يردات الرد كده انا حلت القانون بتاعي كده انا جبت عدد فتا للصمتي جبت عدد يردات الرد من ترقيم 150 تيكس كده هيبقى ايه ان انا شيل اكتب القانون بتاعي واشيل القانون واعود في الارقام اللي موجودة عندي يبقى انا فص حلت عدد ابواب الصمتي جبت عدد فتا للصمتي جبت عدد يردات الرد اللي كانت مجهولة عندي يبقى انا كده يعتبر حلت المسألة طب تعالوا نشوف الخطوة بتاعة التعويض خطوة التعويض وزن السيدة بالرد من ترقيم التيكس وزن السيدة بالرد من ترقيم تيكس 150 تيكس فتا للصمتي فعرض بالصمتي فطول باليرد في نسبة الاستهلاك عالمية فعدد يردات الرد من 150 تيكس اللي هي طلعت لي 3307.500 5 من 10 طيب طول السيدة عدد فتا للصمتي طلعت بكام 36 العرض عندي بكام في المسألة ب 170 طيب طول السيدة باليرد 380 في نسبة الاستهلاك 107 على 100 نسبة الاستهلاك دي هي بتبقى 7% انا بزود لها 100 وبقسم على ايه وبقسم على مية هتبقى 107 على ايه على مية تمام طيب هضرب ده كله في بعضه هيطلع الناتج عندي 752 ايه تمييز بتاعي هنا بالرطل 752 رطل طب ليه انا كتبت التمييز رطل لان الوزن هنا عندي بالرطل مش طالبه بقى ولا بالجرام ولا بالكيلو جرام لا الوزن هنا بالرطل فالتمييز عندي هيكتب بالرطل وده كان المثال الاولاني اللي موجود عندنا على وزن استدال بسيط قدرنا ان احنا نفك الشفرة بتاعته نحل العدد نجيب عدد الفتل ما كانش موجودة بشكل مباشر قدرنا ان احنا نجيب نفك العدد نجيب منها من خلالها ومن خلال التطريح قدرنا نجيب عدد الفتل وبعدين نفكينا عدد جردات الرطل من 150 تكس وقدرنا ان احنا نعوض في القانون بتاعنا ونحط النتاج اللي احنا حصلنا عليها وعوضنا في القانون واتلعنا بالنتيجة النهائية اللي هو وزن استدال وزن استدال الرطل تمام طيب تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده مستر رقم 6 صدى عرضه 130 سنطر فمش تعدته تمانية وتلت سنطر مطرح 3 فتلة في الباب من خيط رقم 100 تكس طول السدى 340 يارد فما وزن السدى بالارطار الانجليزية مع اضافة نسبة استهلاك 3% طيب هو المطلوب اول حاجة انا ببص على حاجتين في المثال اول حاجة ببص على المطلوب ايه اللي مطلوب عندي في المثال اول حاجة مطلوب وزن السدى بالارطل يبه هو كده عايز الوزن بالارطل يبه هو حصرني في القانون رقم واحد او القانون رقم ايه او القانون رقم اتنين طيب القانون رقم واحد كان وزن السدى بالارطل من ترقيم وزن ثابت طيب وزن السيدة بالرطل القانون التاني من ترقيم تكس ودنيا طيب هنا النمرة عندي ايه تاني حاجة ببص عليها النمرة النمرة هنا عندي ايه النمرة مية تكس ففي الحالة ديت يبقى انا هستخدم القانون رقم كام استخدم القانون رقم اتنين طيب المثال ده زي المثال اللي فات هو هو احنا بنتدرب على طريقة الامثلة اللي موجودة عندنا وبحل امثلة كتيرة لها عشان اقدر لما يجي للمثال اقدر ان انا ايه احلو بكل سهولة طيب بعد كده هعمل ايه خلاص انا حددت القانون رقم اتنين لانه برطله من ترقيم تكس يبقى الطول السابت طيب ايه طب ايه التالت حاجة ببص عليها ببص فيه تحويلات فيه الحاجة جاية مباشرة القانون كله موجود ولا مش موجود لا فيه حاجات مش موجودة بشكل مباشر زي ايه زي عدد فتا للسانتي في الحالة دي بعمل ايه انا بجيبها بجيبها منين هو جايب لي حاجات اجيب من خلالها عدد فتا للسانتي اه جايب لي ايه جايب للتطريح مطرح 3 فتلة في الباب اول حاجة جايب للتطريح تاني حاجة جايب لي العدة طيب في الحالة دي بعمل ايه بشوف العدة العدة دي في الحالة القديمة ولا العدة الجديدة العدة القديمة لان هي بالسانتي ففي الحالة دي انا احولها بالباب طيب يبقى دي الخطوة رقم كم الخطوة رقم واحد يبقى اول حاجة هجيب عدد ابواب الصنطية لان دي مش موجودة عندي اللي موجودة عندي العدد بالصنطية انا هجيب عدد الابواب طب عدد الابواب اللي هي 100 على العدد اللي هي 8 ثلاثة اللي هي 3 Hospital 8 24 زائد 1 اللي هي 25 على كم على 3 طيب هيكتبها ازاي اللي هي 100 الثابت على 25 على 3 طيب على اللي هي 3 ديت هتبقى مقام فمقام المقام هيبقى بسط يبقى في الحالة دي هعمل ايه هدرب 100 في 3 على 25 100 في 3 على 25 طيب 100 في 3 على 25 هتساوي عندي كام؟ هتساوي 12 باب لكل ايه هتساوي 12 باب لكل سنتي تمام؟ طيب دي اول خطوة طيب الخطوة التانية هجيب عدد فتا للسنتي الخطوة التانية هجيب عدد فتا للسنتي عدد فتا للسنتي هتساوي ايه؟ هتساوي عدد ابواب السنتي في التطريح زي ما احنا عارفين دي 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 من المسلمات اللي احنا بناخدها من سنة اولى عدد فتا للسنتي في التطريح عدد فتا للسنتي عندي كام؟ عدد ابواب السنتي معلش عدد ابواب السنتي 12 في التطريح عندي 3 يبقى 3 في 12 هتبقى بكام؟ بستة وتلاتين هتبقى بستة وتلاتين فتلة يبقى انا كده فصرت عدد فتل السنتي او حصلت على عدد فتل السنتي تمام طيب بعد كده هجيب بقى انا كده عندي عدد فتل السنتي عندي العرض عندي الطول عندي نسبة الاستهلاك هيبقى عندي ايه هيبقى عندي المقام اللي هو عدد ياردات الرطل هيبقى عندي المقام اللي هو عدد ياردات الرطل من ترقيم من ترقيم كام 100 تيكس من ترقيم 100 تيكس عدد يارضات الراطل من ترقيم 100 تيكس دي بقى اللي عايزة ان هي ايه تتفسر طيب هنفسرها ازاي اول حاجة القانون بتاعها المعادلة بتاعتها هتقول ايه ان 1000 اللي هو السابت بتاع التيكس السابت اللي هو 1000 1000 سابت التيكس في 35 على 32 في 453 و 6 من 10 يعتبر حفاظنا دلوقتي ان احنا بنكتب القانون دوت لتالت مرة طيب بعد كده على النمرة النمرة بتاعتني هنا كام النمرة هنا بتاعتنا بالتكس يبقى هضرب 1000 35 في 453 و 6 من 10 على 100 في 32 هضرب الدربية بتاعتي دي لو ما بعرفش استخدم ازاي حط بسط ومقام على الالة الحزبة يبقى انا هعمل ايه هضرب البسط لوحده وهضرب المقام لوحده وهحط البسط في البسط وهحط المقام في المقام وهقسم البسط على ايه الناتج بتاع البسط على الناتج بتاع المقام عشان اسهل على نفسي خالص تمام بعد كده هعمل ايه هقسم اللي هو البسط على المقام هيطلع للناتج دوت وإحنا قلنا عدد ياردات الرطل قدمك دي خطوة في نص الخطوات يبقى انا ما بقربش انا بسيب الرقم زي ما هو خطوة في نص الخطوات بسيب الرقم زي ايه زي ما هي في حالة اخر خطوة هي دي اللي انا بقرب فيها بس تمام طيب للوزن طيب طلع الناتج عندي كام اربعة تلاف تسعمية واحد وستين وخمسة وعشرين من مية ايه يارده لان انا بجيب عدد ياردات الرطل تمام من مية تيكس طيب انا كده جبت الخطوة رقم واحد اللي هي عدد فتل الصانتي جبتها من ايه جبتها من عدد عدد ابواب الصانتي في التطريح جبت الخطوة رقم واحد اللي هي عدد فتل الصانتي طيب ايه اللي كان مجهول تاني عندي اللي هي عدد ياردات الرطل من مية تيكس ودي قدرت ان انا ايه اجيبها طيب ايه تاني خلاص كده كده ونسبة الاستهلاق موجودة وكل حاجة موجودة عندي عدد فتل عندي عرض عندي طول وكله بنفس بنفس التمييز بتاعه تمام طيب يعني مفيش تحولات يعني مش هتطر ان انا احول طيب في الحالة دي فاضل للخطوة رقم ايه الخطوة رقم اربعة في الخطوة رقم اربعة كل اللي انا هعمله ان انا هشيل الارقام اللي انا اخدتها وهعوض بكان ايه القانون اللي انا القانون بتاعي طيب تعالوا نشوف القانون بتاعي اهو كتبنا القانون الخطوة رقم اربعة هكتب للقانون من الاول عشان اقدر ان انا ايه اعوض بيه عدد فتل الصمت في عرض الصدب الصمت طول الصدب اليارضة في نسبة الاستهلاق عالمية على عدد يارضات الرطل من رقم ايه من رقم ميت تيكس تمام طيب عدد فتل الصمت طلعناها كام 36 دي كان ناتج عدد الابواب في التطريح ناتج من عدد الابواب في الايه ناتج من عدد الابواب في التطريح في عرض الصدب 130 وجيلي بشكل مباشر جيلي بالصمت يبقى هنا الوحدة متوحدة عدد الفتل بالصمت والعرض عندي بالصمت لاننا كنا فاكرين الحلقة اللي فاتت قولنا القانون في بدايته ان عدد الفتل عدد فتل الوحدة سواء كان صمت او بوصة في عرض الصدب بنفس الوحدة ده الاساس في القانون بتاعي ان العرض يبقى بنفس الوحدة سواء كانت صمت او بوصة يعني لو ده بالصمت يبقى ده لازم يبقى بالصمت لو ده بالبوصة يبقى ده لازم يبقى بالايه لازم اوحد القيمة اللي موجودة عندي او الوحدة اللي موجودة عندي تمام يبقى عدد فتل الصمت في عرض بالصمت في طول في طول السده باليارضة في نسبة الاستهلاك حال عدد يارضات ايه هضرب 36 في 130 في 340 اللي هي 130 عرض في طول باليارضة والطول جايلي باليارضة 340 في نسبة الاستهلاك 3% قلت 3% بكتبها ازاي 103 على ايه على 100 على عدد يارضات الرطل من ترقيب او من رقم مت ايه من رقم متكس هكتبها ازاي هاجيب اللي انا عوضت عنه فعنده من عدد يارضات الرطل من متكس هشيل اللي انا عوضت عنده وهحط القيمة بتاعته ايه زي ما هي 4961 و25 ايه من مية الناتج هضرب الدربية ديت وعرفنا هنضرب ازاي على القلة الحزبة هيطلع عندي الناتج ايه 330 ايه 330 رطل طبعا هيه والناتج ما بيطلعش بشكل صحيح رقم صحيح انا بقربه فوق الخمسة بقرب تحت الخمسة باخد الرقم زي ما هو ما بقربهوش تمام عشان نوحد احنا هنعمل ايه في الارقام اللي موجودة عندنا يبقى هيطلع في الناتج خالق الناتج النهائي 330 ايه رطل ليه كتبت رطل لان الوزن كان مطلوب بالرطل وده كان القانون رقم اتنين طبقت عليه من المثال بتاعنا وده كان المثال رقم ستة عندنا تمام طيب بعد كده هشوف المثال اللي بعد كده المثال رقم سبعة من امثلة الوزن الايه وزن السدى البسيط من امثلة وزن السداء البسيط طيب المثال عندنا بيقول ايه سدى سوف وولن سوف وولن رقم اربعين على اتنين طوله تلتمية وعشرين ايه طوله تلتمية وعشرين متر وعرضه تمانين سانتي مطرح في مشت ميت باب لكل سانتي طيب هنا جايلك بالباب اتنين فتلة في الباب ده ده التطريح مطرح المشت عشر باب التطريح اتنين فتلة في الباب فما وزن السدى بالارطال الانجليزية تمام طيب كده فكر معايا هستخدم القانون رقم واحد ولا رقم اتنين ولا رقم تلاتة طيب انا هستخدم القانون رقم واحد طب ليه هستخدم القانون رقم واحد اول حاجة لان انا قلت ببص عليها الايه المطلوب المطلوب هنا عايز الوزن بالرطل يبقى انا عندي قانونين بالرطل القانون رقم واحد والقانون رقم اتنين طيب هو القانون رقم واحد وزن السدى بالرطل لاترقيم الوزن السابت لترقيم الوزن السابت طيب بالرطل القانون التاني لترقيم تيكس او دينيار طب هو هنا جاب التيكس او الدينيار لا ما جابش سيرة التيكس او الدينيار ده هو جايب هنا يعني وزن ثابت يبقى انا كده هستخدم القانون رقم هستخدم القانون رقم واحد طيب تعالوا نكتب القانون رقم واحد ونمشي مع المسألة خطوة خطوة وزن الصدى بالراطل عدد فتا للسانتي طب ليه كتبت بالسانتي لان هنا جايب لي تطريح وجايب لي عدد ابواب والعدد الابواب والتطريح بتبقى بالسانتي بطلعها بالسانتي تمام فعرض الصدى بالسانتي العرض جاي عندي برضه بالسانتي يبقى انا كده الوحدة متوحدة في عدد الفتل وعرض الصدى الاتنين متوحدين يبقى كده القانون ماشي معيا تمام فطول الصدى باليرضة والطول هنا عندي جاي بال الطول هنا جاي عندي بالمتر يبقى في الحالة دي هستخدم التحويلات من متر ليرضة طيب بعد كده في نسبة استهلاك موجودة في المسألة مفيش نسبة استهلاك بالتالي انا مش هحط نسبة الاستهلاك اللي هي المفروض تبقى موجودة في القانون يبقى انا مش هحطها على النمرة في ثابت الشلة اللي هي عدد ياردات الرطل اللي هي عدد ياردات الرطل النمرة في ثابت الشلة طيب تعالوا نشوف كده عدد فتا للسانتي موجودة عدد فتا للسانتي مش موجودة يبقى انا هعمل ايه بانا هوجدها هوجدها منين طب هو القانون بتاعها ايه عشان اجيب عدد فتا للسانتي عدد فتا للسانتي بتيجي من التطريح في عدد الابواب التطريح في عدد الابواب طب هو التطريح موجود اه عندي اتنين فتلة في الباب طب والابواب عدة المشت مشت عدته عشرة باب لكل سانتي يبانا هعمل ايه عشان اجيب عدد فتا للسانتي عشان اجيب عدد فتا للسانتي هضرب المشت في الابواب هتديني عدد فتل بعد كده هعوق خلاص كدا يبقى انا جبت عدد ايه عدد الفتل بالسانتي يبقى 2 في 10 بعشرين يبقى عدد فتل الصانتي تحدي lance pom po 20 يبقى عدد فتل الصانتي عندي 20 ايه 20 فتلة لكل صانتي تمام بعد كده هعمل ايه هاحط العرض العرض 80 في الطول الطول 320 لكن الطول هنا عندي بتاتهين على ايه الطول هنا عندي بالمتر فهاضطر ان انا حول من متر اليارضة طيب من متر اليارضة بيبقى فيها ايه بتحويلات بقى لازم أكون حفظة جدول التحويلات الجدول بتاع الأوزان والجدول بتاع الأطوال طيب دي تندرك تحت تندرك تحت تحويلات الأطوال طيب من متر ليرضى عشان نحول من متر ليرضى بضرب في كام بضرب في 35 على 32 بس كده هو ده كل اللي أنا بعمله يبقى أنا عند حتة الطول طول السدى بالمتر طول السدى باليرضى هكتب القيمة اللي هي 320 وهضربها في 35 على 32 عشان نحول من متر عشان نحول من متر اليرضى هو ده اللي أنا هعمله في المسال بعد كده هخط النمرى في ثابت الشلة تمام طيب حاجة كمان النمرى بتاعتي هنا لو لاحظنا هنلاقي النمرى هنا من سوف رقم 40 على 2 هي النمرى بتيجي مقسومة يعني معنى 40 على 2 ده معناها ايه؟ معناها ان هي مزوية معناها ان هي مزوية ان هي 40 على 2 وبنقول ان احنا في حالة التراقيم كلها بقسم الناتج لو هي جيالة على 2 طيب هي 40 على 2 40 على 2 دي بفصرها ازاي هقول ان هي 40 على 2 فيها الايه؟ فيها العشرين بقسمها في الحالات كلها بقسمها معادة الحرير المغزول في الحالة ديت لو هي جيالة 40 على 2 حرير مغزول في الحالة دي انا بخدها زي ما هي ما بقسمهاش دي الحالة الوحيدة اللي انا ما بقسمش ايه؟ ما بقسمش فيها طب هنا ده صوف ايه؟ صوف والن جيالة كام 40 على 2 40 على 2 في الحالة ديت هتبقى كام النمرى؟ هتبقى من عشرين عشرين صوف ايه؟ صوف والن طيب تعالوا نعوض كده فصرنا المسألة كلها تعالوا نعوض بقى بالايه؟ بالناتج بتاعنا بالقيم بتاعتنا يبقى وزن الصدى بالرطل هيساوي عدد فطل الصنطي فعرض الصدى بالصنطي في طول الصدى باليرضة على النمرى في ثابت الشلة طيب عدد فطل الصنطي هنا بقى شوف عمل ايه؟ لان هو جايب لك الابواب جهزة جايب العدى الحديثة بالباب فاكرين المثال السابق المثال السابق كان جايلا العدى بالصنطي تمانية وتلت بالصنطي فده عملها في خطوة منفصلة عمل تمانية وتلت اللي هي العدى الاساسية اللي هي 100 على العدى ده ده في المثال السابق وبعد كده ضرب في التطريح عشان يجيب عدد فطل الصنطي طيب في المثال ده عمل ايه؟ الابواب عدد المشت جايلك ابواب خلاص والتطريح جاي مباشر يبقى انا كده مش شرط ان انا عملها في خطوة منفصلة ممكن اعملها كلها مع القانون في خطوة واحدة يبقى هو حلها هنا ازاي؟ عدد فطل الصنطي اللي هي ابواب في تطريح حطوهم لاتنين في نفس القانون بتاعي ما عملهاش في خطوة منفصلة عملها في خطوة واحدة تمام؟ اللي هي عشرة في اتنين عشرة في اتنين اللي هي ابواب في تطريح اللي هي بتمثل عدد فطل الصنطي ما عملهاش في خطوة منفصلة كتبها في نفس الخطوات بتاعت القانون يبقى 10 في 2 في خطوة واحدة بدلا ما كان عمل اكتر من خطوة هو حلها في خطوة واحدة يبقى 10 في 2 في 80 اللي هو العرض والعرض جايلي بالصمت في الطول 320 لكن الطول كام 320 دول ايه قلنا 320 دول بالمتر فانا هستخدم قانون التحولات هستخدم التحولات فالتحولات عشان احول من متر ليرضة لازم اكون حفظة تحولات كويس جدا دي بتبقى التحولات للاطوال وفي تحولات للأوزان فلازم اكون حفظة تحولات كويس جدا عشان لما يجيلي حاجة قيمة مختلفة التمييز بتاعها مختلف اقدر ان انا احولها بكل بساطة القانون عندي بيقول طول السدب اليرضة والطول اللي جايلي في المسألة بالمتر فكل اللي انا هعمله ان انا هعمل ايه هعمل ان انا هكتب التحويل بتاعي اللي هو من متر ليرضة وهضرب في 35 على ايه على 32 طيب تعالوا نشوف بقى هنعوض 10 في 2 في 80 العرض في 320 الطول في 35 على 32 التحويلة من متر لإيه ليرضة على النمرة في ثابت الشلة النمرة هنا كانت 40 على 2 لانه صوف ففي الحالة ديت ان انا هقسم النمرة بتاعتي هتبقى 20 النمرة 20 تمام فحكتب النمرة 20 في 256 ليه 256 لانه صوف ايه لانه صوف لانه صوف وحنا قلنا ثابت الشلة كان الامثلة اللي فاتت جاي لنا قطن القطن السابت بتاعها 840 لكن دي السوف الولين السابت بتاعها 256 لازم احفظ برضو ثوابت الطول للشلة بتاع كل خامة لازم اكون حفظة زي ثابت التكسو والدنيار زي ثابت الشلة للقطن زي ثابت الشلة للسوف الولين او الكتان او صوف الورستك لازم اكون حفظة الثوابت دي كلها عشان اقدر اعوض في القانون اللي موجود ايه اللي موجود عندي طيب 20 في 256 هضرب الدربية دي كلها هضرب البست وهكتب النتيجة بتاعته بعدين هضرب المقام واكتب النتيجة بتاعته وبعدين هقسم البست على الايه هقسم البست على المقام هتطلع الناتج عندي كام 109 ايه 109 رطل هيطلع الناتج عندي 109 رطل طب ليه انا كتبت بالرطل لان المطلوب كان وزن السدى بالرطل المطلوب عندي هنا كان وزن السدى بالرطل وده كان القانون رقم كام القانون رقم واحد وبكده حلنا المسال رقم 7 تعالوا نخش نشوف مثال جديد نشوف مثال تاني على وزن السدى البسيط نشوف مثال كمان على وزن السدى الايه على وزن السدى البسيط طيب بيقول ايه المسال رقم 8 مثال رقم 8 بيقول سدى صوف والن رقم 60 على 2 خلاص اتفقنا ده صوف والن طيب صوف والن 60 على 2 يعني مزوي في الحالة دي انا هكتبه ازاي في القانون هكتب ال60 ولا هكتب 60 على 2 ولا هكتب ايه بالزبط انا هترجمها في الاول كده من بداية هقول ان ال60 على 2 فيها 30 يبقى انا النمر عندي 30 والن طوله 340 متر طيب الطول عندي جاي بال الطول برضو جاي بالمتر وعرضه 100 سنتي انا مش هقدر افصل لغاية ما شوف هو ما طالب ايه وهستخدم القانون رقم كام بناء على ثابت الشلة اللي موجودة عندي او الخامة اللي موجودة عندي وعرضه 100 سنتي مطرح في مشت 10 باب لكل سنتي واثنين فتلة في الباب التطريح تم وزن السدى بالارطال الانجليزية تمام يبقى هو طالب هنا ايه وزن السدى بالرطل طالب وزن السدى بالرطل يبقى انا القانون رقم واحد علشان الخامة هنا عندي وزن ثابت الخامة هنا عندي وزن ثابت ما جابش سيري تيكس او دينيار عشان كده انا استخدمت القانون رقم واحد طيب القانون رقم واحد كان هو بيقول ايه وزن الس ده بالرطل بيساوي عدد فتل الصنطي ليه هستخدم الصنطي لان هو جايب هنا ابواب وتطريح والعرض بالصنطي يبقى انا هقول عدد فتل الصنطي في العرض بالصنطي في الطول باليرضة لكن الطول اللي جاي هنا في المسألة جايلي بالمتر ففي الحالة دي هعمل هحول من متر اليرضة طيب بعد كده فيه نسبة استهلاك ما فيش نسبة استهلاك يبقى القانون هكتب القانون بتاعي وهعود على طول طيب يبقى انا هعمل ايه هقول وزن الس ده بالرطل هستوي عدد فتل الصنطي فعرض الس ده بالصنطي في طول الس ده باليرضة على النمرة في ثابت الشلة اللي هي عدد يارضات الايه عدد يارضات الرطل طيب انا بقى بدل ما انا هعمل خطوة خطوة اولية وبعدين اعود في القانون خطوة تانية اللي انا هحل خطوة واحدة على طول اللي هي عدد فتل الصنطي زي ما حلينا في المثال السابق في خطوة واحدة برضو هعملها في خطوة واحدة في المثال ده ان انا هجيب ابواب في تطريح لان الابواب هنا جاية لمباشر العدل حديثة 10 باب لكل صنطي فانا هضرب الابواب في التطريح وكده هانتج لي عدد فتل الصنطي هخليها مع نفس الخطوة هعود في نفس الخطوة بتاعت المثال بتاعي بتاع القانون بتاعي يبقى انا هضرب ابواب 10 في التطريح 2 كده هيبقى عدد فتل ايه عدد فتل الصنطي في العرض العرض عندي هنا 100 صنطي بالصنطي فيه الطول الطول 340 لكن ال 340 هنا ايه 340 متر الطول 340 متر والطول هنا في القانون المفروض بيبقى باليرضة فالمفروض انا هعمل ايه برضو هعمل تحويلة هعمل تحويلة ازاي هحول من متر ليرضة هي الاساس هنا في القانون متر يبقى انا المفروض احول من متر الايه ليرضة يبقى هضرب في كام هضرب في 35 على 32 عشان احول من متر الايه ليرضة لان الاساس في القانون ان الطول لازم يبقى باليرضة لان وزن ثابت الطول باليرضة طيب بعد كده على النمر في ثابت الشلة النمر هنا عندي هقول 30 ثابت الشلة لصوف الولن 256 في نسبة استهلاك ما فيش نسبة استهلاك ففي الحالة دي هعوض على طول وهحلها في خطوة واحدة يبقى انا هعمل ايه هقول هكتب القلون تاني وزن السد عشان يبقى قدامنا وزن السد بالرطلة عدد فتة للصنطي فعرض السد بالصنطي طول السد باليرضة ما فيش نسبة استهلاك على النمر في ثابت النمر في ثابت الشلة وده القانون رقم واحد هضرب العشرة اللي هم الابواب بصوا حلها في ايه في خطوة واحدة مش هقود اعمل ايه خطوتين مع بعض مش هجيب عدد فتة للصنطي الوحدة وبعدين اعوض في القانون لا كتبها كلها في المعادلة بتاعتي في خطوة واحدة طيب هحلها في خطوة واحدة عدد الابواب العشرة في اتنين التطريح ودي هتمثلي عدد فتة للصنطي في مية اللي هو العرض بالصنطي في تلتمية واربعين الطول باليرضة لكن الطول هنا قلنا جاي بالمتر فهعمل ايه هضرب في خمسة وتلاتين على تنين وتلاتين ودي تحويلة والمفروض ان احنا نبقى حفظين التحويلات بتاعتنا عشان اقدر استخدمها بكل بساطة اعرف احول من ايه ل ايه واقدر ان انا ايه استخدمها ساعة ما اكون محتاجاها على تلاتين طب التلاتين دي ايه اللي هي النمرة طب النمرة تجايلي في المثال ايه ستين على اتنين انا قلت مع كل الخمات انا بقسم النمرة لو هي جايلي مزوي لو هي جايلي على اتنين يبقى انا في الحالة دي بقسمها مع عدل حرير المغزول في الحالة دي جايلي ستين على اتنين انا بقى هاجي هقسم هنا ستين على اتنين فيها الايه فيها التلاتين يبقى النمرة هنا عندي كام تلاتين فيه متين ستة وخمسين طب متين ستة وخمسين دي بتاعت ايه بتاعت سابت الشلة للولن وقلنا كل خامة ليها سابت شلة الولن السابت بتاعها متين ستة وخمسين فهحط سابت الشلة السابت بتاعها او الطول السابت ايه بتاعها هضرب البسط على المقام هيطلع لي سبعة وتسعين ايه سبعة وتسعين رطل اه وده المثال رقم المثال رقم ايه سبعة اه انا كده بالمثال ده جبت وزن السيدة الايه جبت وزن السيدة براتل وهو المثال اه القانون رقم كام القانون رقم واحد طيب تعالوا نشوف مثال جديد مثال رقم تسعة سيدة سوف ورستد رقم تمانين على اتنين ورستد سوف ورستد تمانين على اتنين طب النمره هنا ايه مزوي برضو تمانين على اتنين دي هفصرها ازاي تمانين على اتنين يعني هتبقى كام هتبقى اربعين لان انا في الحالة دي هعمل ايه هعمل اسمه هقسم الرقم بتاعي طوله ربعمية متر طوله ربعمية متر طيب هو هنا جاي بصير التكست او دينيار خلينا ماشيين واحدة واحدة وعرضه ميت سانتي العرض بالسانتي مطرح في مشت عشرة باب لكل سانتي اتنين فتلة في الباب التطريح نسبة الاستهلاك هنا حطيلي ايه حطيلي نسبة ايه حطيلي نسبة استهلاك فما وزن السيدة بالارطال الانجليزية عايز الوزن بالراطل الانجليزي طيب هنا عايز الوزن بالراطل الانجليزي انا كده مع المثال ده لما قرأت المثال ده كده انت مع نفسك هتستخدم القانون رقم واحد ولا رقم اتنين ولا رقم تلاتة هستخدم القانون رقم واحد ليه هستخدم القانون رقم واحد لان اولا طالب الوزن بالراطل وانا عندي قانونين للراطل القانون الوزن السابت وقانون الطول السابت اللي هو تيكس ودينيار طيب قانون السابت للتيكس او الدنيا قانون الوزن السابت طيب قانون الوزن السابت من سوف ورستد يبقى وزن سابت طب هكتب القانون عندي هكتب القانون عندي وابدأ اعود برضو هعود في خطوة واحدة مش همشي على خطوتين لان عدد فتل الصنطي مش جيالي مش جيالي بشكل مباشر بس برضو هحلها في خطوة واحدة طب هحلها في خطوة واحدة ازاي هقول عدد فتل الصنطي اللي هي الأبواب عشرة في اتنين هجا عوض بقى تعالوا نعوض مع بعض عشرة عدد فتل الصانتي اللي هي الأبواب في التطريح في اتنين دي بتمثل عدد فتل الصانتي في مية عرض الصدى بالصانتي في مية عرض الصدى بالصانتي في ربع مية اللي هو طول الصدى باليرضة طب هو الطول كان جايلي باليرضة؟ لا الطول كان جايلي بالمتر طب في الحالة دي هعمل ايه؟ هضرب في 35 دي هعمل تحويلة تحويلة من متر ليرضة هي جاية لي في القانون بالمتر وانا عايزها باليرضة فحول من متر ليرضة هضرب في 35 على 32 في نسبة الاستهلاك دي بقى الجديدة دي اللي موجودة عندي نسبة الاستهلاك اللي هي كانت 4% هعملها ازاي 104 على ايه على 100 على النمرة في ثابت ايه في ثابت الشلة النمرة عندي كانت 80 على 2 ورستد طيب النمرة هنا 80 على 2 يعني كام يعني 40 احنا قلنا كل الارقام بتقسم يعني هنقسمها 80 على 2 هتطلع بكام ب40 في ثابت الشلة ب560 يبقى انا هعمل ايه هضرب البسط على المقام هضرب البسط الوحده هضرب المقام الوحده وبعدين هقسم البسط على البسط على المقام يبقى عشرة في 2 في 100 في 400 في 35 في 104 على 40 في 560 اللي هو 560 ده ثابت ال ايه ثابت الورستد ثابت الورستد 560 في 32 في 100 هضرب ده كله والناتج عندي في النهاية هيتطلع لي كام هيتطلع لي 41 رط وبكده يبقى خلصنا المسار رقم 9 من امثلة وزن استدى البسيط ومع المسار رقم 9 ده يبقى نهاية حلقتنا على ان نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله باقي امثلة وزن استدى البسيط وهنخش ان شاء الله على وزن اللحمة وزن اللحمة البسيط وفي النهاية ألقاكم في الحلقة القادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته